سلاح جديد مشاهدين في ترسانة الجيش الوطني الليبي لحماية السواحل الليبية وخلق رادع ضد أي توغل في مياه البلاد هذا السلاح هو صاروخ بي 15 تيرمت هو مضاد صوفيتي الصنع ومضاد للسفن مدى يصل إلى 80 كم حسب وسائل إعلام روسية يعد هذا الصاروخ تحذيرا موجها إلى تركيا بإمكانية استهداف سفنها الحربية في البحر إذا اندلع القتال حول سرط والجفرة إنه ليس مجرد صاروخ من حقب ماضية بل أثبت فاعليته مرارا حيث لازال يستخدم في الخطوط الأمامية في ترسانة القوات المسلحة الروسية الجيش الليبي لم يحظى وحده بالتحديث العسكري على الساحة الليبية بل تركيا أيضا بدورها زجت بالمزيد من السلاح إلى الداخل الليبي آخرها راجمات صواريخ يعتقد أنها طراز سكاريا تي 122 وسائل أعلام تركية أكدت نشر هذه الراجمات بالقرب من سرط ويصل مدى صواريخها إلى نحو 40 كيلومترا لتضيف أنها استخدمت بشكل فعال في العمليات العسكرية التي شنتها القوات المسلحة التركية على سوريا ترجمة نانسي قنقر